دارين الحلوة تنضم إلينا من مرجعيون جنوبي لبنان للمزيد عن ما يجري على الحدود الآن وترقب نتائج زيارة هوكستين وجهوده فضيلة دعيني أبدأ من آخر المعطيات الميدانية اتصدر قبل ثوان من هذه الرسالة بيان عن حزب الله يتحدث فيه عن استهداف مقاتلي لتجمع لجنود إسرائيليين في محيط بركة ريشة الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة ويقول البيان إنه حقق أو أوقع إصابات مؤكدة طبعاً هذا البيان هي العملية الأولى التي ينشرها حزب الله أو ربما ينفذها نظراً لرداءة الأحوال الجوية ونعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي يغطي هذه المنطقة أما فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي فأشير فضيلة إلا أن الغارة التي تحدث عنها في منطقة الخردلي والتي وقعت بالقرب من مركز للجيش اللبناني ونقطة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان فهي سلسلة من غارات أعقبتها قذائف متفعية يعني قاربت الخمسة عشر قذيفة فإنها أدت إلى حالة من الرعب في تلك المنطقة على اعتبار أن هذا الخط هو خط حيوي جداً يربط الجنوب اللبناني لسيما القطاع الشرقي بداخل لبنان تحديداً مدينة النبطية وطبعاً داخل لبنان بيروت هو خط إمداد بالنسبة لقضاء مرجعيون وراشية وليس هناك من عمليات عسكرية تنفذ من تلك المنطقة نظراً لواقعها الحيوي طبعاً هناك نجى أيضاً فريق صحافيين من مؤسسات إعلامية محلية أصيب فقط أحد المصورين إصابة طفيفة في عينه وأيضاً نجى أحد المواطنين الذي كان يوزع المياه وهذا تحديداً ما تحدثنا عنه من خط حيوي يمد الجنوب اللبناني بالكثير من المواد الأساسية الغذاء الدواء وما إلى غير ذلك وهنا لابد من الإشارة فضيلة إلى أن القرى المشمولة بالعمليات العسكرية بدأت تعاني من نقص كبير في الكثير من المواد حتى أن الأدوية ما عادت موجودة بشكل متوفر لكل أنواع الأدوية إلا من استطاع من أصحاب الصيادلة التوجه إلى بيروت والعودة بما يحتاجه المرضى ومن يشتري الأدوية هذه في القرى الحدودية هذا بالإضافة إلى إقفال لعدد كبير أيضاً من الصيدليات أما فيما يتعلق أيضاً بالتطورات فأشير إلى قصف مدفعي كان يجري قبل قليل لأطراف اللبوني في القطاع الغربي شكراً لك داندارين الحلوي في مرجعي ترجمة نانسي قنقر